أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية ميل كيلابد دخول تطعيمات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري أضافت الوزيرة أن مصر كانت قد وفقت في وقت سابق باستخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات إلى حين إدخالها لغزة حيث تم التعامل معها وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ التطعيمات وفق إشراف اليونسف كما أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية بالتعاون الكبير مع مصر في حفظ التطعيمات لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها للقطاع وذلك في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية